عجار عجار يفقد اقلم كشمير استقلاله لكن دون ارادة شعبية وبطرق تعسفيا انتهجتها السلطات الهندية في الفترة الاخيرة تعذيب للمعارضين واعتقالات للناشطين السياسيين رأت فيها صحيفة الاندبند البريطانية منهجا هنديا واضحا لحسم قضية الاقليم لصالحها ففي تقرير لها اكدت الصحيفة ان حكومة نيودله اعتقلت ما لا يقل عن 4000 مواطن في جامو كشمير منذ صدور قرار الغاء الحكم الذاتي للاقليم ذي الاغلبية المسلمة وعلى ضوء هذه الاعتقالات ارتكبت انتهاكات جسيمة تتمثل في التعذيب والملاحقة والقتل ايضا كل ذلك للقضاء على اي معارضة قبل صدور قرار الغاء الحكم الذاتي وتفصل الصحيفة في شكل الانتهاكات ومنها التعذيب الوحشي عن طريق الضرب المبرح والصعق بالكهرباء يضاف الى ذلك تعطيل شبكات الاتصال وتقييد حركة السكان لمنع الاحتجاجات والتعتيم على ما يجري هناك وعلى الرغم من المخاوف والتحذيرات من وقوع حرب بين باكستان والهند على خلفية اجراءات الاخيرة في اقليم كشمير يبدو ان البلدين لا يفكران في الواقع بالدخول في حرب لا سيما اسلام اباد التي تواجه اوضاعا معيشية واقتصادية صعبة الا في حال تحركت الهند نحو الشطر الباكستاني من كشمير ولا تزال اسلام اباد تركز على الخيار السلمي وحل الازمة عبر الحوار وهو ما بدى في تصريح لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قراشي الذي اكد ان بلاده لا تزال تسعى للوصول الى حل سلمي وانها لم ترفض عملية الحوار بتاتا لكن اطماع الحكومة الهندية على ما يبدو ستتعدى الى الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية وذلك ما سيدخل الجارتين النوويتين في صراع تغذيه اهداف دول اخرى في ظل الاستفاف العالمي على اساس المصالح والسعي وراء السيطرة والنفوذ ترجمة نانسي قنقر